الله مسلم من الأعمال التي تنجي من النار الإحسان إلى البنات الإحسان إلى البنات فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت لي مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاثة تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمره ورفعت إلى فيها تمره لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها كل بنت أكلت تمرتها ولما جاءت الأم هذه المسكينة لتضع تمرتها في فيها هذه البنت تقول أعطيني إياها وهذه البنت تقول أعطيني إياها ماذا فعلت هذه الأم الرؤوم فشقت التمر التي كانت تريد أن تأكلها بينهما قالت عائشة فأعجبني شأنها الإيثار العاطفة الأمومة فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار رواه مسلم يعني تمره تمره اتقوا النار ولو شق تمره وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمره واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثا طبعا هذه ممكن يكون قصة أخرى تعددت القصص فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار رواه البخاري المسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار قال العلماء في الحكمة من تخصيص البنات بفضل الإحسان إليهن يعني لماذا لم يذكر مثل هذا للبنين قال العلماء إن احتياج البنات إلى الإحسان أكثر من الصبيان النفوس شغوفة بالصبيان مولعة بالصبيان والبنت فيها ضعف وبعض الناس سبحان الله لا يحبون البنات لذلك هو فعلا سماه ابتلاء ابتلي من هذه البنات بشيء لأنها تحتاج إلى رعاية ومصروف ثم ليست مثل يعني في الإعانة والدفاع والقوة ليست مثل الذكر ولذلك الإحسان إليها يصبح أجره مضاعفا فمن سترهن بالإحسان يجازب الستر عن النار وهل جزاء الإحساني إلا الإحسان والجزاء من جنس العمل والظاهر أن الثواب المذكور قال العلماء إنما يحصل لفاعله إذا استمر عليه يعني على هذا الإحسان مر شرال فستان أو إنما مر شرال قطع الذهب وخرصنا لا إذا استمر عليه إلى أن يحصل استغناءهن عنه بزوج أو غيره